السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الخطوة العلمية المتحدة الحقيقة العلمية المتحدة لأن العلمية المتحدة لأن العلمية المتحدة في القوتيشن اللي جايدة هنلاقي إن في سخرية من اللغة الإنجليزية وطرية العلاقة ما بين النط والكتابة I take it you already know of tough and bow and cough and dough others may stumble but not you on hiccup, thorough luck and through well done and now you wish perhaps to learn of less familiar traps be well heard a dreadful word that looks like beard and sounds like bird and dead it's said like bed not bead for goodness say don't call it deed watch out for me and great and threat they rhyme with sweet and straight and dead طيب طيب واضح هنا في الكوتيشن ده إن بيجمع كلمات كتير فيها مشاكل في العلاقة ما بين يعني شكلها يوحي ب نطق معين لكن النطق الصحيح لها مختلف تماماً عن كلمات تانية تشبهها في لكن طريقة نطقها مختلفة تماماً وكلمات النطق بتاعها قريب جداً لكن اللي بتاعها مختلف تماماً طيب إزال I take it you ready No شايف No and Do شايف دو هنا Do and No اللي مختلف لكن البرونانسي ايشن بتاع الفاول هنا هو نفس الفاول هنا هو نفسه No and Do طف شايف طف باو نفس البرونانسي O-U-G-H O-U-G-H باو كوف 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 برضو نفس البرونانسي كوف دو نفس البرونانسي لكن عندي كم فاول هنا مختلف ها عندي أربع أربع طرق للنقطة بتاعتها بتاع الكلمات دي بالرغم من اللي سبينينج واحد others may stumble but not you يعني بيقولك ايه ناس تانية ممكن تتلغبط بس مش انت طبعا لا شوف بقى الكلمات دي ممكن تتلغبط في الكلمات دي hiccup hiccup ثرى lock and through برضو نفس البرونانسي O-U-G-H لكن مختلف تماما well done كويس جدا الترف now you wish perhaps 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 to learn of less familiar traps طبعا في رايمينج هنا ما بين 2 يعني كل سطرين لأنه عملها في شكل قصيدة يعني ففي هنا رايمينج between 2 verses أوكي يعني perhaps and traps through and you know and don وطبعا الرايمينج هنا برضو يقصد بي ايه؟ يقصد بي ان اللي سبينج مختلف لكن النطق بتاحهم كرايم واحد beware of herd beware of herd شايف herd ليه الماضي من here a dreadful word a dreadful word كلمة ايه؟ باشع يا اخي ليه؟ لأنه بيقولك ان هي that looks like beard شكلها عامل زي beard في السبينج فتاح عاملة زي beard شايف كده؟ e-a-r-d تمام؟ e-a-r-d that looks like beard beard في السبينج زي beard beard لكن في النطق زي bird bird وزي word غريبة أنا شايف بصد؟ bird word heard السبينج مختلف تماما لكن النطق بتاحهم واحد and dead and dead it said like beard not beard آه يعني خلي بالك هي صحيح شبه beard شبه beard في السبينج لكن ما هيش زيها في النطق يعني السبينج واحد أو نفس السبينج beard and dead لكن هي شبه مين في النطق؟ في النطق؟ شبه بد شبه بد dead and bad okay for goodness sake don't call it deed أو عكتنطاها أو عكتنطا كلمة dead كلمة dead أو عكتنطاها ايه deed okay أو عكتنطاها deed watch out for meat and great and threat كلهم كلهم منتهين بنفس ايه بنفس اللي سبينج لكن النطق ابتاحوا meat great threat three different vowels ايه 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 they rhyme with sweet and straight and dead يعني meat rhymes with sweet okay و great rhymes with straight و threat rhymes with dead لكن اللي سبينج و لكن اللي سبينج طبعا اللي سبينج واضح انه مختلف تمام التلاتة نفس اللي سبينج لكن اللي سبينج بتاحهم مش متفق معاهم في ايه في اللي سبينج شايف sweet meat great straight threat debt فهنا طبعا دي قصيدة يعني ساخرة من الانجليش pronunciation and its relation with the spelling and it's difficult to make harmony between the english pronunciation and spelling that's why we said that we depend on the international phonetic alphabet in pronunciation we don't and depend on the spelling alphabet okay or the writing alphabet okay thank you very much and please go on studying phonetics and watch more videos okay in order to understand the relation between how to pronounce English correctly through understanding the English sounds not letters السلام عليكم ورحمة الله وبركاته